بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد موضوعنا اليوم نتعلم كيف ننزل الكت على أجزة تنماك لينك التنزيل راح تلاقيه في الدسكريبشن عندما تفتح الموقع ستلاقيه بهذا الشكل في أنه أكثر من طريقة للتنزيل الطريقة الأولى أفضلها دائما هي download for Mac الشاشة الهون الهدف منها هي تعرف نظام التنزيل انت شغال عليه مثلا ففتحتها بنفس الموقع على ويندوز سيطلع لك هون download for windows وفتحته على لينكس سيفتح لك هون download for linux طيب بالإضافة هس احنا على جهاز ماك هيا نرفع المعالج الشغال انت عليه الشغال مثلا معالج انتل او معالج M1 فالأفضل هي تنزل من هاي الطريقة إذا حبيت تشوف كل الفيرجن تكبس على download لذلك هنختار احنا download for Mac بالتنزيل راح تلاقي برضو في عندك أكثر من طريقة هنقد احنا ابسط طريقة واسهل نكبس هون على binary نكبس على install ونكبس على download ونستنى خمس ثواني والمفروف تلقائية يبلش في التحميل هايبلش في التحميل الملف جدا بسيط نعمل show the finder نكبس لك بشكل احسن ونكبس على الصندوق اوكي في عندي مشكلة في security بسيطة بسيطة نروح على التفاحة قبل system performance نروح على sitting ال sitting security and privacy نروح على general ونعمل هنا open anyway بس اكبس لك على هاي نشيل القفل اكتب الباسورد الخاص فيك الجهاز ماك mini فماك عندي بصمة اللي معهم لبتوبات سيطلع لك البصمة تكبس انت على البصمة وهيقل وبعمل open anyway وبنشارة الفتح لي الواجهة الخاصة في ال get هون تركز معي على نقطة مهمة انا لقيت نازل عندي على الجهاز الخطلة ستسويها دائما بس تكبس على continue اي نقطة ظهرت عندك ومش موجودة في الشرك بس تكبس continue تمام ثم نقص على continue install بده الباسورد الخاص في الجهاز نقص على ال get وقام بعمل وقام بعمل update لبناصة عندي يوم الأول بيرثك هاي ساكس فالهيك امورنا تمام تكبس زي ما اتفاقنا اي مرحلة ظهرت عندك مش موجودة في الشرك بس تسويها continue وقام بعمل بعد التنزيل امسح الملفات اللي نزلناها نزيل هاي الملفات وقام بعمل كيف اتأكد ان ال get نازل عندي على الجهاز command space وقام بعمل search على كلمة terminal وقام بعمل انتر وهي فتح لك وقام بعمل الآن سيكون هناك اختلاف بين جهازي و جهازه انا مظبط قليلا لكن عادي انت سيطلع عندك اسمك ونوع الجهاز المهم انه في عندك مكان تكتب فيه الاوامر هنكتب مع بعض get وقام بعمل 2.50.0 هاي اخر اصداء من get انا هسا اموري تمام نازل عندي على الجهاز واخر ما اخر عندي اياه وهي ال configuration الخاصة في ال user الموضوع جدا بسط نكتب مع بعض get config وقام بعمل وقام بعمل user.name وقام بعمل وقام بعمل ونحط هنا الاسم الخاص فيك وقام بعمل السيد enter اكثر عن عندي اسم ال user اسم محمد السيد وقام بعمل get config double dash global global user dot email double questionmark هيا محمد . السيد . course at gmail.com وهي انتر و هي نزلنا مع بعض ال get وعملنا كما يكون configuration ال user على جزء المال اتمنى انك هاتي الافكار واضحة ونشوفكم ان شاء الله في فيديو القادم ويعطيكم العافية اشتركات في القاتل